السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة المتعلقة بالوضع الصحي في بلدنا من بينها امكانية فتح الحدود يأتي ذلك بعد زيادة الكبيرة في حالات الاصابة بفيروس كورونا في هذا الصدد كان المتحدث غير موات هذا من وسائل الاعلى ام الرئيسيات النهار من المؤكد ان الطبيب استبعد احتمال اغلاق المجال الجوي في هذا الوقت ووفقا له فان الوضع الوباء لا يمكن مقارنته بالوضع في ذروة الوباء على اي حال هذا ما ذكرته وسائل الاعلى من ناطقات بالعربيات المذكورة اعلىه في نصختها من يوم الجمعة حذر المتحدث من متغير اومي كيرون واوضح ان هذه السلالات المتحولة تصيب بشكل رئيسي الشباب والمراهقين والاقفال وفقا له فان اومي كيرون سيكون اقل اختوره ولكن اكثر قابلية للانتقال هذا بالمقارنة مع متغير دلة يتعلق الامر بما يتعلق بنفس مصدر الوسائط اضافه الى ذلك انضم عضو اللجنة العلميات للرصد الجائحة الى رأي المختصين وقال ان هذه زيادة الكبيرة في الحالات المصابة بافيروسي تاج تدل على انطلاق المجه الرابعة في الجزائر هذا ما يخبرنا به المواقع المذكور اعلى ترجمة نانسي قنقر